بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هو لازم لما قوم بذبح أضحية يبقى هذه الذبيحة وصلت للسن معين حتى يجوز للإنسان أن يقوم بذبحها الفقهاء لما تكلموا عن الأضحية قالوا إن في سن معين علشان الإنسان يستطيع ذبح هذه الأضحية وهذا السن مختلف فيه فأقل ما يجزئ من السن في الضأن ما أتم ستة شهور يبقى الضأنه تم كام ستة شهور والمسنة من الماعز ما تم دخل في السنة الثانية دخولا حقيقيا يعني يبقى كمان دخل بشوية شهر أو شهرين طيب والبقر قالوا إن البقر ما بلغ سنتين يعني يبقى عندها سنتين فأكثر والجمال ما تم خمس سنين طيب إحنا دلوقتي بنشوف في الوسائل الحديثة إن وسائل التغذية الجديدة لبعض الأنعام والحيوانات بيتم التغذية بطريقة معينة ربما الحيوان الصغير يصل إلى لحم كثير جودة طيبة قبل بلوغ هذا السن فينفع نزبح هذه الذبيحة الفقهاء قالوا يجوز ولكن بشرط ألا يقل وزن الأطحية عن تلتمية وخمسين كيلو يعني لو أقل من تلتمية وخمسين لو قلنا تلتمية وعشرين ما ينفعش لو تلتمية وستين ينفع تدبحها ليه؟ قالوا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين هذا السن بينه لأن ذي الغالب في وفرة اللحم وجودة اللحم فوسائل التغذية الحديثة تجعل بعض الحيوانات تصل إلى هذا في مرحلة قصيرة فإذا وصلت إلى هذا السن أو إلى هذا القدر اللي هو تلتمية وخمسين يجوز للإنسان أن يقوم بذبحها ويبقى أدى السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضحيته جائزة ولا حرج فيها هذا والله أعلم